عنوين الصحف البريطانية تصدرتها التكهنات بشأن الصدع الملكي، بعدما أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان التخلي عن مهامهما الملكية لقضاء المزيد من الوقت في أمريكا الشمالية. وقالت متحدثة إن ميغان دوقة ساسيكس عادت إلى كندا حيث بقي ابنهما أرشي، بعدما قد الزوجاني ستة أسابيع في نهاية العام الماضي، ثم عاد إلى بريطانيا ليعلن تخليهما عن الواجبات الملكية، وصياغة دور أكثر تقدمية لنفسيهما. وتحاول الملكة إليزابيث وغيرها من كبار أفراد العائلة المالكة تهدئة الأزمة من خلال مناقشة خطة لهاري وميغان بعد أن فاجأ الزوجاني العائلة بالإعلان دون تشاور مسبق. وقال الزوجاني إنهما درس الأمر لعدة أشهر قبل اتخاذ القرار الذي يعني تقسيم وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية للسماح لهما ولأرشي بالمساحة التي يحتاجون إليها، وأضاف أنهما يعتزماني تحقيق الاستقلال المالي. اشتركوا في القناة